السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله بنتكلم النهاردة في الحلقة الرابعة من الكورس. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن اليونتس او الوحدات. وتكلمنا عن مجموعة من الحاجات المهمة. ان شاء الله في الحلقة دي هنتكلم عن مجموعة من الاوامر او مجموعة من الادوات وازاي ان احنا نعمل قالب علشان نبدأ ان احنا نشكل المنظر او نشكل المجسم اللي قدامنا ده على حسب الشكل اللي احنا عايزينه. فاول حاجة عايزين نتكلم عن الفرق ما بين الصولد والهول. بص كده لو انا ضغطت على المجسم ده هتلاقي ان الحلقة بتاعته صولد وبيبان بالشكل المسمط وباللون اللي احنا تم اختياره هنا اللي هو اللون الاحمر. تمام? تقدر كمان تغير اللون من هنا على حسب اللون اللي انت محتاجه يعني. وكمان تقدر تختار custom color او لون مخصص. المهم مش ده القصة اللي احنا بنتكلم فيها. فالجسم الصولد او الجسم المسمط ده اللي احنا شايفينه قدامنا. ده جسمه مسمط. بالكامل من الداخل عبارة عن جسم مسمط. طيب لو احنا جينا بقى الاداة اللي بعد كده انت تقدر ايه? يتخليه صولد يا اما تخليه هول. بص لما انا خليته هول ايه اللي حصل? الجسم بان كجسم شفاف وما الجسم بقى شفاف بيبين الوراء. طب ايه الفرق ما بين ان هو الجسم ده اختار الحالة بتاعته صولد وان انا اختار الحالة بتاعته هول. ايه الفرق ما بين الاتنين? الصولد ده هو المجسم بتاعي. خلاص كده? ده المجسم اصلاً. الشكل اللي انا عايز اوصله في النهاية علشان انفزه على الطبعة 3D. انما الهول ده باختصار هو التجويف اللي هاكل بيه في الجسم. انا بصمم تجويف معين بشكل معين علشان اخش ادمجه مع الجسم السولد او الجسم بتاعي علشان في النهاية اشكل الجسم ده على الشكل اللي انا محتاجه. تعال ناخد مثال على موضوع الصولد والهول. ده الجسم الاولاني هو صولد. خلي بالك ان انت تقدر تدرج اما صولد من هنا او تدرج هول نفس الكلام او. فده الفرق ما بينهم هما الاتنين. اما تدرجه كصولد وتحوله كهول من هنا يعني براحتك مفيش مشكلة. فاحنا على سبيل المثال ادرجنا مجسم الحالة بتاعته هول او تجويف ده عبارة عن تجويف. بص كده ايه اللي هيحصل انا هجيب الجسم ده ادخله في الجسم التاني. شوف هدخل الجسم ده في الجسم التاني ده. خلاص كده. زي ما احنا شايفين الجسمين دخلوا في بعض بالمنظر ده. جسم عبارة عن تجويف وجسم عبارة عن المجسم السولد او المجسم المصمط اللي انا انشأته في البداية. طيب. يحصل ايه لو انا كلت التجويف ده من جوة الجسم السولد. الجسم السولد هيصفى على ايه? هيصفى على الحتة اللي مفيهاش تقاطع ما بين الجسمين. اللي هي ايه الجزئية دي. تمام كده? بالعمق طبعا. بحيث ان هو يتاكل منه الجزء الهول او التجويف ده. فمجرد هعمل كده ازاي? يبقى انا لازم اسلكت الجسمين. اولا هضغط على الجسم ده الجسم الاول. وهضغط الزرار بتاع شفت من الكيبورد. وافضل ضغط عليه. وسلكت الجسم التاني انا كده عملت سلكت للجسمين. تمام? انا كده حددت الجسمين مع بعض. وبعد كده اشيل ايدي خلاص من على شفت مش محتاجه. هيظهر لي اداة جديدة او ايكون كانت مخفية. بدأت ان هي تظهر اسمها جروب. الايكون بتاعت جروب وان جروب اللي جنبها. ان جروب دي مش هتظهر اللي في حالة معينة هنشوفها دلوقتي. بعد اما اعمل جروب هينفع اعمل ان جروب. تمام كده? لكن اما اعمل جروب الاول. ايه موضوع جروب او كنترول جي من الكيبورد? جروب ده هيدمج الجسم المجوف ده مع الجسم المصمت ده. عايز اشيل من الجسم المصمت التجويف ده. اللي هو الشكل ده. شوف مساحة التقطع ما بين الجسمين هتتحزف. تعال دلوقتي كده هضغط على جروب. اشوف ايه اللي هيحصل. وانتظر. شفت ايه اللي حصل? ايه اللي حصل? انا عملت مجسم. المجسم ده كان النوعية بتاعته هول او تجويف. والمجسم الاساسي اللي انا شغال عليه كان صولد. ودخلت المجسم التجويف ده اللي هو الهول داخل المجسم الصولد. وعملت لهم جروب مع بعض او دمجتهم مع بعض ام طرح المساحة المشتركة ما بينهم هم الاتنين لان فيه تجويف داخل جوه جسمه مصمت. فانا كده عايز اطرح التجويف ده من الجسم المصمت. ده اللي حصل بالزبط. خلاص كده. فدي فكرة بناء الاشكال في التنكر كاد كلها هتبقى مبنية على الفكرة دي. انا عايز اكل جزء معين من هنا. عايز مثلا عايز اخلي الحواف او الاجز دي دائرية بدل ما هي شارب كده. تمام? عايز اعمل اي حاجة. عايز اكل اعمل افتح دايرة هنا او ادخل ثقب هنا في التصميم. هيبقى بنفس الفكرة دي. خلاص كده. هتبقى بنفس. لو انا ضغطت على جسم معمول له جروب. يعني الجسم ده خلاص. انا ضغطت على الايكون بتاعت جروب فدمج جسمين مع بعض او دمج التجويف مع الصولد فطرح التجويف من الصولد فاداني الشكل ده. لو ضغطت على الشكل ده هلاقي ان فيه ان انا اعمل او ارجع في كلامي مرة تانية. لما ارجع في كلامي مرة تانية هيرجع لي كل حاجة زي ما كانت. يبقى احنا دلوقتي عرفنا نعمل جروب ازاي بسلكت الجسم الاول وبسلكت الجسم التاني. طبعا بافضل ضغط على زرار شفت علشان اسلكت الجسمين. وبعد كده لما بسلكت الجسمين من هنا بيتاح لأدات جروب. اقدر ان انا اضغط عليها. يبدأ يدمج للاتنين مع بعض. اقدر ارجع في كلامي في اي وقت ان انا اعمل او كنترول شفت جي. بنفس الكنسبت بالزبط لو انا عايز اعمل تجويف هنا. يا اما ادرجها سولد وحولها الهول. يا اما ادرجها ادرجها هول على طول. وزي ما قلنا هنا ممكن احولها سولد او هول من هنا. طيب انا محتاج مسلا اكل دايرة هنا او افتح فتحة هنا او ثقب هنا. قطر الثقب ده نفترض خمسة ميلي. فهاجي هنا كده على الاستوانة دي بيقول ان العرض ده لان دي استوانة اقدر اشكلها زي ما انا عايز. تمام? مش دايرة. فهنا مثلا خمسة بيديني العرض ده والعرض ده. هنا خمسة وهنا خمسة. علشان يبقى ايه? منتظمة. تمام? والارتفاع بتاعها عشرين. لو انا جبت الاستوانة دي احنا قلنا في الحلقة اللي فاتت ازاي ان احنا نطلع فوق هنا يا اما ندي قيمة هنا. اقول له عشرة مسلا. فيقوم يطلعني فوق بالمنظر ده. او من اداة السهم اللي احنا قلنا عليه. انا مسلا هاجي هنا. لو انا جيت كده شفت ضغطت على الجسم ده. هيقول لي ان هنا البعد ما بين هنا ما بين محور ده تمانية وعرض الجسم عشرة. يبقى نص الجسم كام? نص الجسم. خمسة السنتر بتاع الجسم ده. زي التمانية يبقى تلاتتاشر. تمام كده? فلو جينا نبص هنا هنلاقيه بيديني المسافة ولكن مسافة اول الدايرة. فاحنا عايزين نعمل ايه بقى? شوف طريقة الحساب بدأ ازاي? طريقة الحساب بيديني من اول الجسم. يعني من الحفة بتاعت الجسم تمام كده? يعني من اول الجسم هنا بيقول لي 11.5 لحد اول الجسم. طب انا عايز للسنتر عشان يبقى من السهل علي ان انا سنتر الجسم ده جوا الجسم ده. عايز احسب من السنتر او من من المنتصف بتاع الجسم او من مركز الجسم. بمجرد ان انا هقف هنا كده على التلات شورة دول وهلاقي مكتوب يوز ميت بوينت. اول ما اضغط عليها هيبدأ يديني السنتر اهو. السنتر بتاع الدايرة. تمام كده? هو هنا بيقول لي ان هي على على بعد اربعتاشر. احنا عايزين لاربعتاشر دي تبقى تلاتاشر عشان يبقى في نص الجسم بالزبط. خلاص كده. فكده السيلندر في نص الجسم. طيب. عايزين ناكل بقى ايه? ناكل السيلندر دي او ناكل ده من ده. نفس الكلام يبقى هعمل جروب. طب هنا اطول منها عادي ما فيش مشكلة ما احنا قلنا الفكرة كلها في المساحة المشتركة ما بين الجسمين اللي هي دي. دي من المساحة المشتركة يعني لو خليت دهول بس عشان تشوف المساحة المشتركة. نشوف الاكسام بتتقطع في الحتة ده. يبقى هو بما ان ده هول وده وده صولد خلاص هيتطرحه من بعض. خلاص كده? طيب لو ده صولد وده صولد. يعني لو انا عملت ده صولد كده. خلاص? وده صولد. يبقى ده معناه ان انا عايز ادمج جسمين مع بعض. يبقى فيه جسم خارجي انا هزوده على الجسم ده. فمجرد ان انا هسلكت الجسمين دول. وهضغط من هنا جروب. هيبدأوا يتحولوا لشكل واحد. ده بقى جسم واحد خلاص. الاتنين بقوا مصمطين بس يعتبروا جسم واحد. خلاص كده. فخلهم لجسم واحد خلاص. حيزا ارجع في كلامي بعمل ان جروب. تعال نرجع تاني. هنخلي ده ايه? هنخلي ده هول. وده صولد. فهنسلكت الاتنين مع بعض ونعمل جروب علشان نطرح من السيلندر دي من الجسم ده. وهكزا. فهمنا كده الفكرة ماشي ازاي? يبقى شفنا في الحلقة دي. فكرة اننا يبقى عندي مجسم هول ومجسم صولد. وفكرة الجروب والانجروب. خلاص كده. ده شفناه في الحلقة دي. ما تنساش لو انت مش مشترك في القناة تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الحلقات الجديدة. وما تنساش تعمل لايك وشير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة